خد بالك انه هذه الجولة بالمناسبة يمكن يشوفها الموزيع انها الجولة الاهم مش بيس بقولك انه دي اقوى واهم جولة لعبتها مصر سياسيا وقدر اقولك انه وده جد يعني ودون اي مبالغة مصر في ال233 يوم دول عملت اعادة تموضع لموقعها الدولي هل مصر عاصمة من عواصم القرار قطعا طيب هل مصر عمليا هي عاصمة القرار العربي مما لا شك فيه وبالمناسبة هذا كلام لا يصير حفيظة اي احد بل بالعكس المجموعة العربية بالكامل تعلم ذلك وتدعو الى ذلك وتدعم ذلك عشان بستمقى متفقين ده واحد اتنين هل مصر في ال233 يوم دول اصبحت هي محط انظار متخزي القرار الدولي ده حقيقي ده اللي حصل في القاهرة طيب يعني مصر اصبحت واحد من اللاعبين الرئيسيين للقرار الدولي مية في المية اه مية في المية طيب الايام القادمة سوف تشهد على هذا الكلام عندما ترى بشكل او باخر وبالتأكيد سوف ينشر هذا الامر على نطاق واسع لان انا جايبه منه انا جايبه من ما يدور حولنا ومن المناقشات اللي بتتم وارجوك كان لازم تتابع جدا الاجتماعات اللي كان بيحضرها معالي وزير خارجية مصر ستسفير سامح شكري ولازم تشوف ما ينشره اعلام العدو علشان تعرف الدور اللي بتلعبه مصر في الضغط على الكيان الصهيوني مش بس بتضغط على الكيان الصهيوني مصر بتمارس اشد انواع الضغوط على الكيان الصهيوني في الضغط اللي هو يحسب وكأنه الضغط القانوني ولكنه ضغطا سياسيا الا وهو انضمام مصر لدعوة جنوب افريقيا اما حكمة العدل الدولية ده ضغط شكله قانوني لكن فعلا هو ضغط سياسي لانه العالم عندما يرى جمهورية مصر العربية التي اقامت اتفاق سلام تاريخي ما بينها وما بين الكيان الصهيوني في 79 هي التي تقف الان لتشير الى هذا الكيان باعتباره يرتكب الابادة او جرم الابادة الجماعية فالموقف المصري سياسيا اللي هو دولة عامل اتفاق سلام تقف الان امام العالم تقول لهم طب هذه الدولة اللي انا عاملة معها اتفاق بقول لكم هي ترتكب جريمة الابادة الجماعية وتقف بجانب جنوب افريقيا وجنوب افريقيا ايضا لها ثقة كبير في ذلك لانه هي الدولة اللي عانت كتير من ازمة وكارثة الفصل العنصري فيبقى فيبقى مصر بيبقى مصر وده ادى منه هذه المصادر انه بيبدأ يحصل شكل من اشكال التراجع طب انا اللي بقول لا ده اعلام العدو اللي بيقول وانا قلت لكم الخبر امبارح ولعل البعض ما التفاتش لي اعلام العدو امبارح قال نقلا عن مصادر رفيعة عندهم يعني الجيش بيدرس عملات الانسحاب من من رفح عشان كده انا بقولك مصر زي ما هي بتخوض واحدة من اقوى لا هي اقوى جولة سياسية بتخوضها في الخمسين خمسة وخمسين سنة اللي فاتوا دول زي ما هي عمل التموضع ما بين عواصم القرار الدولي كواحدة من اهم العواصم في مسألة فاعلية القرار والقدرة على تفعيل ارادتها